موسيقى صباح الخير رح نتحدث بها الفقرة اللي بنخصص فيها العناية بالنفسية وايضا الصحة التربوية عن موضوع العلاقة بين الام والطفل تحديدا ممكن نختصرها بكلمة تعلق إمتى يكون التعلق إيجابي وضمن الطبيعي وإمتى يدخل حيز بأثر فيه على ثقة الطفل بنفسه معنا رشا صليو صباح الخير رشا وحضرتك خصائية علم النفس العيادي أهلا وسهلا فيك وموضوع شيق صراحة أهلا وسهلا رشا أكيد موضوع كتير مهم بداية نحب نعرف إيش هو التعلق فعليا التعلق هو عبارة عن رابط انفعالي أو عاطفي قوي ما بين الطفل ومقدم الرعاية ممكن يكون معظم الأحيان هو الام وهذا بأثر على يعني هو غريزة موجودة بكل طفل الهدف البيولوجي منه هو البقاء والهدف النفسي هو الأمان الشعور بالأمان فمنلاقي أنه خاصة بأول سنتين من حياة الطفل كتير ضروري يكون فيه ترابط قويمة بين الام وطفلها بهذه المرحلة عشان لسه المختبع الطفل بيكون عم بكبر خاصة المناطق المسؤولة عن المشاعر والانفعالات فكلما كان التعلق آمن ما بين الطفل وامه كلما كان عنده إدارة للمشاعر أحسن تعاطف أكتر بقدر يحل المشاكل أكتر فكتير ضروري نتطرق لهذا الموضوع طب لما نحكي أول سنتين التعلق آمن كيف يكون التعلق آمن شو نعني فيه؟ هلأ مو شرط يكون آمن 65% من الحالات بيكون آمن و35% من الحالات بيكون غير آمن ورح نحكي عن إيش هي الأنمات التعلق الغير آمنة هلأ الآمنة عملوا إكسبريمنت اللي هي اسمها ميري آينزورث حطت الطفل مع أمه بتشوفي الطفل اللي عنده تعلق آمن بس يكون مع أمه بيكون مبسوط حواليها عم بلعب بتكون هي من سميها قاعدة الأمان أو السيكيور بيس لإله فبيكون عم بيكتشف الإشياء الحواليه برجع بتطلع على أمه بتأكد أنه هي حواليه بعدين ممكن يدخل شخص غريب على الغرفة الشخص اللي عنده تعلق آمن بتطلع على أمه يتأكد أنه أنا بأمان هذا الشخص الغريب ما رح يأزيني طبعا الأم بهاي الحالة بتطمنه بتقول له كله تمام خلينا نكمل لعب كذا بعدين الأم تطلع من الغرفة بتشوفي أنه من الطبيعي أنه الطفل خاصة بين 6 شهر وتسعة شهر أنه يصرخ يبكي يدايق ينزعج يقلق يعني بشعر بوجودها طبعا ضروري ويصير يبكي طبعا هذا من الفزع عشانه خاف أنه أمه اختفت أو بطلت موجودة وبيكون عشانه عنده تعلق طبيعي ممكن الشخص الغريب يهدي إذا حاول يحكي معه أو يطبطب عليه بس بيضلوا عم بيفتش على أمه بعدين بعد ما أمه ترجع تدخل على الغرفة إذا عنده تعلق آمن بنبسط بفرح برقد لعندها بعبطها برجع بلعب معها يعني بفرح بوجودها معه في الغرفة فهذا الأشي بيبين أنه من الطبيعي أنه الطفل يفقد أمه ويفزع أو يقلق بس أمه ما تكون موجودة ويشعر بالسعادة والأمان بس ترجع حلو رشا حكيت أنه هاي الصفة بتكون لمقدم الرعاية لما الأم ما تكون موجودة ممكن الطفل عم تربع عند حدا تاني هل بيكون في نفس الصفات أو نفس معايير التعلق الانفعالي مع الجدة مثلا إذا كانت عمبة ربي أو الجد أو العمة أو إذا كان هو في دار رعاية أو كان الأم مش متوفرة نفس الصفات ونفس المعايير مضبوط نفس الأشي هو طالما يكون فيه مقدم رعاية متواجد واعي عم بيحس مع مشاعرهم منتبه لإلهم بيستجيب لإلهم بطريقة منتظمة وبطريقة ثابتة يعني كونسستنسي كتير مهم أنه كل ما يبكي بالضبط بطريقة استمرارية أنه كل ما يبكي الطفل الإم تستجيب لبكاؤه وما تهمله هذا لأي عمر عم نحكي لازم تستجيب لبكاؤه هو عادة لازم دائما تستجيب إحنا لا منعني أنه تحمله تعطيلي بدهاياه لكن دائما لازم تستجيب للمشاعر تعونه عشان هي بتساعده بتنظيم المشاعر بمخه فتستجيب أنه تحكي له أنت متضايق إيش حاسس هلأ بس يكبر بيصير عنده لغة مثلا بقدروا يجادلوا يحكوا يفهموا على مشاعر بعض ولكن اللغة الوحيدة الموجودة عند الطفل بين الصفر والسنتين هي البكاء سؤالي أنا رشا هل هو التعلق تدريجي يعني أنت هلأ عم بديك تعطينا نصائح أنه بالبداية التعلق القوي طبيعي جدا لكن بعدين نتعلم كيف ممكن يصير انفصال بطريقة صحية ما تأثر على ثقة الطفل بيضعته مزبوط هلأ أول سنتين هذا التعلق شيء طبيعي أنه بيصير عندهم قلق الانفصال وهذا ضمن الإشي الحد إحنا منتوقعه أصلا ولكن بعد السنتين اللي هي منسميها التربل توز أو بدخل الطفل بمرحلة بالضبط الشقاوي بين السنتين والثلاث سنين بيبلش الطفل عنده صراع نفسي أو أزمة نفسية بيبلش يكتشف أنه أنا شخص منفصل عن أمي وبحتاج الاستقلالية ولكن بنفس الوقت بدي أعتمد عليها فهذا الصراع بين الاستقلالية والاعتمادية على الأم بيشكل عنده غضب ويصير أنه بده يبعد عنها بده ينفصل عنها بس بنفس الوقت بنزعج أو بقلق أنه أنا مفصول عنها هلأ فيه مفهوم بتكون عند الأطفال بعمر تقريبا السنتين للثلاث سنين اللي هو الدوام الشيء أنه مثلا إذا ماما مش موجودة لا يعني أنها اختفت معناته أنه هي حترجع إذا أنا أشي ما بشوفه بيضلوا موجود بس من سفر لسنتين ما بيكون الشخص عنده هاي المفهوم أنه إذا out of sight out of mind بنسميها أنه إذا إشي ما مش شايفه معناته هو إشي يختفع عشان هيك بيصفي عنده قلق الانفصال الآن فيه اضطراب القلق الانفصال اللي هو ما بعد الثلاث سنين من شخصه نعم اللي بيصير عنده الطفل تعلق زائد بالأم أو بمقدم الرعاية بتدايق كتير إذا بعد عنها برفض مرات يروح للمدرسة بيبكي كتير بيضلوا نايم جنب الأم بيصير عنده أعراض قلق أو أعراض جسمانية مثل الغثيان أو التقيو أو وجع الراس أو جاع المعدة بيصير عنده أفكار كارثية بيخاف مثلا لا سمح الله إمه تموت بحاد السيارة أو أي شيء بيبعد إمه عنه بيزعجه حالو بجوز مش بيصول بموضوعنا مية بالمية رشا عفوا ولكن بخطر عبالي لما يكون فيه مثلا شغالة أو خادمة ومتقدم الرعاية بنفس الطريقة بيصير فيه كونفيوجين أو ارتباك عند الطفل أنه هو بده يعني بده هاي الرعاية من هذا الشخص أو من هذا الشخص سؤال كتير مهم عادة من أول ما ينولد الطفل للتمن أسابيع تقريبا ما بيكون عنده تمييز بتعلق بالكل بنفس الطريقة ما بعطي شخص مثلا اهتمام أكثر بهاي المرحلة بس بعد التمن أسابيع أو الشهرين للست أشهر أو للتسع أشهر بيصير عنده تمييز مثلا يضحك لأمه أكثر عادة فيه شخص واحد بيكون عم بعطيه الاهتمام أكثر مش شرط تكون الأم هلا ممكن يكون الشخص اللي عم بعطيه الاهتمام والانتباه أكثر فبتلاقيه متعلق فيه أكثر فعادة بيكون فيه شخص واحد بنبسط له بركض تجاهه بيوجه له الابتسامات بيكون بتطلع عليه مثلا بيكون فيه التواصل البصري أقوى معه وعادة بتكون الأم عشان هي اللي بتكون متواجدة مع الطفل رشح سؤالي الأعراض اللي حكيتيها فيه كثير أطفال بيمروا فيها فالسؤال هو تفاوت ردة الفاعل عند الأطفال في موضوع الانفصال يعني فيه أطفال منشوف أنه مثلا هذا المشهد منشوفه بالروضة بديروا وجههم بينسوا أنه أمهم تركتهم وبروحوا بينسجموا بكل أريحية وهذا أتوقع هدف كل أم أنه على طول ينسجم بمحيط جديد على النقيد بنشوف أطفال بيخافوا ما بدهم يتركوا الوالدة أو حتى الأب وعندهم مشكلة بالتأقلم هذا التفاوت كيف يكون سببه؟ سببه المنشأ أو أول أشهر بالطفولة؟ أكيد لذلك نحن نتحدث عن التعلق لأن هذا يؤثر على كل علاقات هذا الشخص وتفاعله الاجتماعي يعني حتى الناس الذين لديهم تعلق غير آمن يكون عندهم صعوبة أن ينشؤوا علاقات اجتماعية أو يتجنبوا العلاقات أو يكونوا غير مباليين فنحن لم نتحدث عن التعلق السلبي أو الغير آمن وهو ثلاث أنواع فيه تعلق القلق مثلاً بتشوفي أن الطفل كتير بنزعج بطريقة غير طبيعية إذا الأم تركته زي الأعراض اللي حكيت بالزبط هذا قلق بيضل يسيحه يبكي وبيضله مثلاً يفتش على الأم ما بهدى بأي طريقة من الطرق وإذا رجعت الأم بس يرجع يشوفها بيضله يبكي فما بهدى بيضله يبكي بيضله متدايق وممكن برضو نشوف عنده سمات الغضب بغضب من أمه وممكن يدايقها وممكن يكون عدواني تجاهها عشان هو عم بحاول إذا كنه يعاقبها إنه ليه تركته فهذا مو صحي طبعاً ونتيجة هذا الإشي ممكن يكون إنه الأم مش دائماً تستجيب للطفل فالطفل بس الأم ما تكون دائماً متواجدة لإله بيسير يحس بعدم الأمان إنه أنا مرات حاجاتي رح ماما تلبيها ومرات لا فأنا ما بقدر أثق بالعالم ما بقدر أثق بنفسي فبيصير عنده زي حالة فزا هلأ فيه تعلق تاني غير صحي اللي هو التعلق التجنبي أو الشخص بيكون مثلاً منشوف الطفل إنه بحرد فعلياً بحرد إنه ماما تركت زي كنه مش فارقة عنده ما بنتبه بيكمل لعب بلعب لحاله بيكون عنده استقلالية زيادة عن اللزوم مش صحية بهاي المرحلة شو بتأدي هاي الاستقلالية؟ إنه بتجنب العلاقات وممكن تكون عنده شخصية رجسية أو أنا مش بحاجة تحدث بزافت أنا ما بحتاج حدا ومنشوفها بالعلاقات يعني الرومانسية بعدين يعني إنه بتلاقي إنه مش غير مبالي ما بحكي عن مشاعره ما بفتح قلبه لحدا ما بتقرب عن حدا بفضل يكون لحاله بيقلق إذا فيه مشاكل بينه وبين الشخص هذا الشخص أو هذا الطفل شو اللي بيقوده أنه يكون هيك إذا ما فيه اهتمام من الأم؟ نعم بتكون الأم ما عم تهتم بمشاعره أو بيكون فيه رفض من الأم لإله ممكن برضو إحنا حكينا عن اكتئاب ما بعد الولادة إذا الأم كانت مكتئبة أو عندها مشاكل نفسية ما بتكون هي قادرة تعطي لطفل هذا الاهتمام فالطفل بيصيري حس أنه إذا ماما ما عم تعطيني معناته أنا مش شخص جدير بالاهتمام أو أنا مش شخص حدا الناس بيحبه فأحسن لي أظنني الحالي وزي هو بيكون قناع أنه لا يدافع عن نفسه بتشوف كيف الناس اللي بحبوا حالهم هو فعليا بيكونوا ما أصهم حب أصلا يعني لما يكبروا وهذا الحكي بجوز رشا بيقودنا للأم نفسها يعني إذا كانت مثلا فترة الاكتئاب بعد الولادة طولت يعني عادة عشر سنين مكتئبها بعد الولادة أو لا فعليا إذا كانت الأمة تهتم في حالها أو هي عندها أصلا مشكلة بينها وبين حالها كيف عم بنعكس على الطفل مضبوط ودايما إحنا بنحكي لأيكون في تربية سليمة أو تعلق سليم أو آمن بين الأم والطفل لازم الأم أول إشي تبلش أنها تهتم بحالها عشان هي مصدر الأمان للطفل هي عم بتكون عنده زي أكنه نموذج لبقية العلاقات بحياته وكل ما حس هو بالأمان حواليها حتى لغة الجسد يعني إذا الإم كانت متوترة ومنرفزة ومعصبة كل الوقت ومثلا أوكي بتغير له البامبرز بس مش مبسوطة ومعصبة وإذا بيصيحوا مثلا مسكة الطفل وعطته لحدة ثاني خلس يبعد عني مثلا هذا كل الطفل بمتصوا أنا دائما بحكي الطفل زي السمجة حتى من عمر أشهر على فكرة من عمر أشهر وبيضلوا باللاوعي بيضلوا هذا الإشي باللاوعي وبيطلع بالمستقبل رشا عشان هيك نرسخ المعلومة لأنه صراحة الموضوع بالفعل شيق وأنا بعرف قداش في أهل بتغلبوا مع أطفالهم خصوصا مع بداية الروضة ومرحلة الانفصال نصائح عملية سريعة للتعلق الآمن تعزيز التعلق الآمن عند الأطفال يكون فيه تواصل بصري بين الأم وطفلها نحكي إحنا دائما عن الرضاعة الطبيعية قد تساعد بعملية البندنج أو الترابط أو التعلق بين الطفل والأم وخاصة إنه فيه عامل كيميائي بالرضاعة الطبيعية إنه جسم الطفل بفرز أوكسيتوسن اللي هو البندنج هورمون أو الهورمون تبع التعلق منحكي برضو إنه الأم تكون فيه التواصل البصري الفيشل إكسبشن سبعونها لغة الجسد تبعتها تضحك للطفل تحكي دائما مع الطفل تغني للطفل تلمس الطفل لازم يكون فيه تلامس دفئ محبة وبرضو هي تعتني بنفسها تقرب وجهها على وجهه كتير مهمة تقرب وجهها على وجهه بالضبط آه وسكن توسكن كونتاكت إنه يضل فيه تلامس بينها وبينه وتدير بالها على حالها عشان كمان هي تحت ضغط هائل وما تتوقع إنه فيه طريقة معينة يعني هي عم تتعلم عن طفلها قد ما طفلها عم بيعلمها عنه فهي علاقة متبادلة مش بس من الطفل للإم برضو من الإم للطفل وما فيه طريقة واحدة بتزبط يعني مثلا إذا حدا حكى مثلا جربت هيك مع ابني وذبط معه مش شرط إنه هذا الشي يزبط معه ومع طفلها حلو كتير على العكس كمان سريعا لو سمحت رشاب في حالة تعلق الغير الآمن شو مفروض إنه الأم تعمل لما تشوف فيه علامات تعلق غير آمن زي للصياح والبوكاليك الشديد والكتير شو لازم تعمل تكون صبورة كتير مهم إنه تكون صبورة تتنفس تحكي تلجأ للمساعدة إذا هي متغلبة كمان إشي إنه ممكن يكون فيه أسباب ليش الطفل مثلا عم بيصيح كتير بس ما تهمله دائما تستجيب لدعوه الإستجابة لازم ضروري إذا أبني بحكي لي بدي تضلي معين لازم أضل معه هلأ بين الصفر للسنتين ضروري تضلك معه هلأ في مشكلة مرات الأمهات بيفكروا إنه ما لازم أستجيب دائما عشان هاد بيعني إنه أنا عم بأدلل الطفل وبيصير هو مدلع وبيصير اعتمادي علي بس بهاي الفترة من صفر للسنتين كتير ضروري تستجيب الأم لمشاعر الطفل تقول له بعرف إنك متضايق مش ضروري تعطيل إشي اللي بده إياعه بس تتفهم مشاعره بالضبط تتفهم مشاعره وتقول له إنه مثلا أنا عشاني بحبك ما رح عمل لك هاي الشغلة تكون حازمة ولكن محبة بنفس الوقت حالو جميل جدا راشا شكرا كتير يعني للمعلومات مهمة جدا شكرا للكم موضوع فعلا شيق ومهم شكرا 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 للمتابعة وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شي جديد شكرا